البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار في مصر كان زمان المستثمر بيبقى عايز يعمل مصنع له طبيعة معينة أو المستثمر على اختلاف حجمه يعني اللي عايز يعمل مصنع صغير أو اللي عايز يعمل مصنع كبير كل الناس اللي بيشتغل المحامين والناس اللي بيشتغل في الترقيص والناس دي عارفة طبعا إنه راجل الأعمال لما بييجي بيبتدي بيقولك طب الرخصة شكلها إيه طب هتخل قهرابة إزاي طب الغاز أخبره إيه الطاقة أخبرها إيه المصنع اللي بتحتاج صرف بيبقى عاملة إزاي الحكومة عملت بوابة إلكترونية لخريطة الاستثمار في مصر يعني إيه الكلام ده يعني هيبقى عندك حتة الأرض اللي أنت عاوز تاخدها مهيئة وجاهزة والخريطة موجودة على مستوى مناطق كتير جدا في الجمهورية تقدر أن أنت تدخل إلكترونيا وإنت موجود في دبي وإنت موجود في الصعوبية وإنت موجود في ألمانيا ومواطن مصر عايز تنزل وتستثمر أموالك في مشروع أنت كنت بتحلم به النهاردة تقدر تدرس هذا المشروع وتتعاقد عليه وتنفس كل شيء إلكترونية خلوني أعرف أكتر من ضيفي سيادة لواء ناصر فوزي اللي هيقول لنا إيه تفاصيل وخطوات هذا المشروع اللي أنا بعتبره سابقة جديدة جدا سيادة لواء ناصر مساء الخير أستاذ خالد مساء النور وتحياتي لمشاهدين حضرتك والمجموعة العمل اللي مع سات سات لواء اسمحلي ببساطة شديدة جدا إيه فكرة البوابة يعني الموضوع كيفامه المشاهد العادي ببساطة شديدة عبارة عن إيه الأول خليني أقول لحضرتك على الموقع بتاعنا اللي أنتم أعلنتوا عنه www.investinegypt.gov.eg إحنا لأول مرة وبتوجهات من سات الرئيس للعمل على تسهيل وتقوية خريطة استصمار البوابة ببساطة هي خريطة بتطرح لنا كل المساحات المتاحة والمرفقة لحجزها إلكترونية تمام إحنا حقيقة معانا مجموعة عمل برئاس الدكتور مصوف المدبولي معالي دولة رئيس الوزراء وبإشراف مباشر منه وإحنا كنا بنجتمع كذا مرة ومعانا الزملاء الاستثمار والمالية والاتصالات وهيا التنمية الصناعية قدرنا أن إحنا من خلال واللي خلانا نشجع أكتر أن إحنا بقى عندنا خريطة استثمارية ومنها قدرنا نحط كل المناطق الصناعية الخريطة اللي عندنا تقدر ندخل عليها عن طريق البوابة وعن طريق الموقع اللي أنا ذكرته لحضرتك ونلاقي عندنا 2050 فرصة 2050 قطعة أرض بإجمالي مساحة 6 مليون متر مرابط تمام الرقم 6 مليون ده أساس خالد ده رقم ضخم جدا على أن إحنا نعرضه مرة أحد تمام طب ستلوة يعني أنا لو مستثمر لو دخلت على الموقع لو دخلت على الموقع دلوقتي هشوف المواقع دي اللي هي أصلا جهزة تماما كي يعني يقام عليها المشروع الصناعي على طول أفندم أدخل على الموقع لو حضرتك معايا لايف أدخل على الموقع وحقول لحضرتك ست خطوات رئيسية تقدر تحجز بيها أونلاين وكمان المفاجأة اللي عندنا إنك بتشترك كراسة أونلاين تعمل لها داونلود تملاها وترجعها تاني بعد ما تملاها ترفعها بيدي اف مرة تانية من غير ما يبقى عندك فرصة إنك تروح عند شباك معين وتشترك كراسة أو حد يقولك الكراسة خلصت أو ما خلصتش كراسة عدد لا نهاي لأنها كل كراسة بتاخد رقم يونيك نقدر نطبعه ونملاه ونبقى عملنا ريجستر وتسجيل على البوابة